يبدو أن الفساد لم يترك مجالا من المجالات في حياة اللبنانيين لم يعبث به هذا ما أكده النائب والبفاعور في مؤتمر صحافي كشف من خلاله عن فضيحة جديدة أدوية تالفة وغير صالحة تباع في الأسواق هذه الأدوية من نوع أبيفار يستعملها مربون نحل لمعالجة مرض الفاروة الذي ينتشر هذه الفترة بشكل كبير ويهدد النحل في لبنان وعلى الرغم من أن الأدوية هذه تباع وهي منتهية الصلاحية إلا أنه تبين فيما بعد بأنها مصروقة من وزارة الزراعة يتم بيع مواد أو أدوية زراعية في الأسواق اللبنانية ثبت أنها أولا مصروقة من وزارة الزراعة كيف تحولت هذه الأدوية من أدوية توزع مجانا من قبل وزارة الزراعة إلى أدوية تباع بالأسواق اللبنانية فهذا سؤال أول السؤال الثاني هذه الأدوية تنتهي صلاحيتها بشهر واحد لألفين وثمانتعش يعني اليوم هي منتهية الصلاحية يتم باعة بالأسواق بعد أن تم تغيير هي منتهية الصلاحية تم التلاعب بالتاريخ الصلاحية وصارت إلى تاريخ شهر ثلاثة لألفين وعشرين أبو فعور كشف عن أن تيارات سياسية تقف وراء ذلك بعض المعلومات لمني أكيد أن بعض الناس المتورطين بهذا الأمر هم من المحسوبين على بعض الطيرات السياسية الحاكمة والمتحكمة والمتنفذة في هذه الأيام بو فعور ناشد وزارة الزراعة بوضع يدها على الموضوع وإيجاد طريقة للتواصل مع المزارعين وتنبيههم إلى خطورة هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر